مار شربل قديس العصر يحتفل بعيده في شهر تموز من كل عام وفي الأردن أقيم في كنيسة مار شربل للموارنة قداس احتفالي بهذه المناسبة المزيد في التقرير التالي يصادف في الرابع عشر من شهر تموز من كل عام عيد القديس شربل حيث احتفلت الرعية المارونية بعمان بعيد قديس لبنان وشفيع كنيستهم في الأردن وذلك بقداس إلهي ترأسه المنسونيور غازي خوري راعي الكنيسة بمعاونة الكاهن المساعد سامر زكنون وعدد من الآباء والشمامسة وبحضور عدد من الكهنة من الكنائس الرسولية وجموع من المؤمنين وأبناء الرعية وبأجواء روحية وعلى وقع تراتيل الجوقة التي شاركت فيها المرنمة رانيا يونس رفع التقادم على مذبح الرب على نية الرعية والكنيسة وجميع المؤمنين ومن أجل السلام والاستقرار في العالم أجمع يا من أفنيت العمر في النسك والإجهاد تسقي روحك الحرة من نادى روحي الفادي قد نلت منه فخر العبد الأمين بين القديسين وألقى البنسونيور غاز خور عظة القداس التي أشاد فيها بصفات القديس شربل هذا القديس المتعبد لله الذي عاش حياته بالنسك والزهد والتسليم الكامل للمشيئة الإلهية داعياً أن نقتضي بسيرة حياته الأرضية ما نفع إذا صار فيه شفاء جسدي ما صار فيه شفاء روحي ما نفع إذا نلنا الطلبات الأرضية وبعدنا أرض بأرض بأخلاق لا مسيحية إذا الناس عبتشفى جسدياً والمرأة عبتخاصم زوجة والعيلة عبتفرط كيف بد يكون الشفاء من مرشاربيل ما كل شفاء كل ظهور حتى الكنيسة تعتمدوا وتقول هذا شفاء وظهور إلهي بدوا يكون فيه رسائل ونتائج خيرة أنا كيف بعمل أنه هالعمل العبقوم فيه هو عمل الروح القدس من خلال الصمار عندما يكون فيه محبة عندما يكون فيه مسامحة عندما يكون فيه رفق عندما يكون فيه مساعدة عندما يكون فيه وحدة عند ذلك أقول أنه من العمل الذي أنا فكرت فيه والعمل الذي نقام هو عمل الروح القدس وفي ختام القدس أقيم زياح لذخائر وأيقونة القديس شربل طافوا بها الكهنة أروقة الكنيسة ليتبرك بها المؤمنون هالأرض اللي حبيتا فلحت زرعة وزاويتا ومن دم المكر أويتا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر